أعلنت روسيا أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها وسيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع موسكو وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الدوم الروسي رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيتر تولستوي أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويد الحوار